حلقت قناة بلقيس عالياً في سماء المدينة خلال هذه الأعوام فنقلت الرسالة الإنسانية بدرجة رئيسية إيماناً منها بأهمية الإنسان ومعاناته انطلاقاً من شعارها أن تبقى صوتاً للمقهورين والمعذبين قناة بلقيس تميز بالانفتاح على الأطراف جميعاً تأخذ الرأي والرأي الآخر تناقش وتلمس هم المواطنين تناقش الأوضاع بمجملها ليس هناك أي تحفظ أو حسابات حزبية أو حسابات إقليمية إنما تلمس ما يعانيه المواطن وتناقشه مع جميع الأطراف في ظل المخاطر المحدقة بالوسط الإعلامي وقف مراسلها هنا في تعز أمام عدسة الكاميرا يتنقلون بين جبهة وأخرى وفي مناطق المحافظة في المدينة والريف خلال خمس سنوات من الحرب تنقلنا كمراسل للقناة في ريف المحافظة بين عدة مديريات غطينا أكثر من موضوع أيضاً غطينا جبهة القتال تعرضنا فيها لمخاطر وصعوبات كثيرة خاطرنا بحياتنا تعرضنا للكثير من المخاطر وقدنا أن نفقد حياتنا في أكثر من جبهة وأكثر من مرة أيضاً فقدنا مصور القناة في ريف المحافظة الزميل محمد القدسي خلف العدسات أيضاً جنود مجهولون يعملون ضمن طواقم القناة بالمحافظة حيث وثقت عدساتهم جرائم وانتهاكات الميليشيات الإنقلابية بحق السكان حرصاً منهم على أهمية إيصال الصورة كاملة إلى العالم خلال خمس سنوات قمنا بتغطية ونقل الرسالة الإعلامية للمشاهد خلال خمس سنوات غطينا كل القرائم والمجازر التي تحدثها ميليشيات الحوثي خلال خمس سنوات كذلك اجتزنا مناطق التماس وصولاً إلى المدنيين لنقل رسالتهم وإيصال صوتهم على الرغم من الصعوبات والعقبة التي مررنا بها في الميدان إلا أننا حرصنا في قناة بالقيس بمدينة تعز خلال خمس سنوات من الحرب على تغطية كافة الأحداث والمستقدات في الشارع التعزي بمصداقية ومهنية وأخذ الرأي ورأي آخر دون الانحياز لأي طرف كان وسنستمر على هذا الطريق الذي اخترنا لم تقف بالقيس عند هذا الحد إذ وسعت خارطتها البرامجية في الميدان خصوصاً في تعز وأفردت مساحة في تغطيتها في برنامج الميليشيا مرت من هنا وبرنامج الحالمة كل ذلك لمواكبة الأحداث في أكثر من قالب والكشف عن مكنونات المحافظة وما تزخر به أو توثيق جرائم الميليشيات وجرائم قصف طيران التحالف ضد المدنيين في برنامج الميليشيا مرت من هنا نتتبع الجرائم التي تمارس بحق اليمنيين من أي جهة كانت سواء ميليشيا الحوثي وصالح أو التحالف السعودي الإماراتي نتتبع جرائم الحروب والدمار وقتل الإنسان والتهجير القسري وغيرها من الجرائم برنامج الحالمة يحاول أن يقدم صورة الحياة في تعز بكل تفاصيلها وملامحها تعز الهوية تعز الثقافة تعز الجمال تعز الإبداع يحاول أن يصلت أيضاً الضوء على هموم وقضايا الشارع في تعز لما تمثله هذه المحافظة من ثقل على كافة المستويات لطالما جاءت هذه الوسيلة من أجل الناس ونقل أصواتهم واستظل كذلك تواكب الأحداث وتمد جسور التواصل مع كل الأطراف وتحرض على الحقيقة لتبقى كما جاءت صوتاً لكل اليمنيين حمزة أمين قناة بلقيس تعز